قبل أربع سنوات في سنة 2012 أصيب ابني اللي كان وقتها عمره خمس سنوات بحرق في يده بموية حارة جدا فاستعملت له علاج لحروق رائع فعال وآمن تماما مختلف جدا عن اللي نعرفه في وقتنا الحاضر في غرف الطوارئ نصحتني بي أخصائية الطب البديل من ألمانيا ومن ذاك الوقت وانا ما استعمل غيره وعشان أعرفكم عليه أكتر تعالوا معي نشوف حالة من المدينة المنورة استخدم معها نفس العلاج المصاب ولد صديقتي عمره سنة انكبت عليه بالغلط موية حارة جدا يوم 15 فبراير 2016 دهنت الأم المنطقة المصابة كلها بنفس الدواء اللي استخدمته ديك الأيام وارتحت الطفل مباشرة ونسي الحرق حتى أن أمه انبخرت من هدوءه هذه منطقة الكتف واحد يوم بعد الحادث وبعد يومين وبعد أسبوع وهنا يبان بوضوح كيف تكونت منطقة متخثرة تحمل حرق تماما من أي مؤثرات خارجية وهذه بعد شهر كامل طبقة الجلدة جديدة صحيحة غير ملتهبة وبلا تشوهات أو ندبات هذا الدواء الرائع كان المرهمة الأسود ايش اللي يخلي المرهمة الأسود هو أفضل وأسرع علاج للحروق لسهولة تحضيره بالمنزل ورخص ثمنه وتوفر مكوناته يخفف الألم في وقت قياسي ويقضي عليه في وضون 10-50 دقيقة مهدئ سريع جدا ويقضي على حالات الهلع المصاحبة للحروق يكون طبقة متخثرة تعزل وتحمل الجلد المتضرر من المحيط الخارجي لا تظهر لا أثر تشوهات أو لا نتوآت ولا دمام للحروق المعروفة بعد التآم الجلد ما لأي أضرار جانبية أو تحسسية أو أضرار مثل معظم المراهم الكيميائية المعروفة ويستعمل لحروق الدرجة الثالثة كيف نحضر المرهمة الأسود؟ نحرق القطب أو القماش في قدر ويتأكد من أن كل حاجة حرقت تماما لحد ما يبقى إلا الرماد نخرط الرماد مع زيت الزيتون إليه ما يتكون عندنا مرهم أملس نصبه في زراجة مناسبة ونحتفظ به لحالات الطوارئ طريقة الاستعمال المنطقة المصابة تدهن بعد الإصابة مباشرة بالمرهم ولا يزال المرهم أبدا حتى تتكون منطقة متخثرة تسقط بعد تكون الجلد الجديد تحتها الطريقة التي ذكرتها مذكورة ومشروحة في كتاب يسمى زبست هايلوم توشيمو باتي معناها العلاج الذاتي عن طريق الهيمو باتي الكتاب اللغة الألمانية للمؤلف رافي روي وزاجته كارولا ليج روي الاثنين متخصصين في الهيمو باتي أكثر من 35 سنة وكتبوا 30 كتاب في تخصصهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر